اهلا بكم من التفاصيل دخلت ادنا الحكومة الجزائرية في مفاوضات رسمية مع عدة مصنعين عالميين لسيارات توجدت بنتائج جهبية لانشاء مصانع لانتاج السيارات في الاسواق الجزائرية شأنها شأن المصانع الفرنسي رونو الذي سينتج اول سيارة من نوع سامبول شهر نوفمبر المقبل كما كشفت مصادر رسمية من داخل مبنى وزارة الصناعة والمناجم لجريدة النهار عن مشروعين اثنين لانشاء مصانع للسيارات بالجزائر يتعلق الامر بشركة فياطا الايطالية وجاكا الصينية لاصبح بذلك عدد المصانع المستحدة لتصنيع السيارات ثلاثة وستكون المشاريع عملية خلال السنوات القليلة القادمة ذلك تطبيق لمضامين قانون المالية لسنة 2014 والتي اكدت على اهمية الزام كافة الوكلاء المعتمدين للسيارات في الجزائر بانشاء مشاريع لها في السوق الوطنية قبل حلول عام 2017 وبعد ان كتر الحديث عن القاعدة الاستثمارية في الجزائر 51-49% وامكانية الغائها جدد وزير الصناعة والمناجم عبدالسلام بوشوارب تأكيد الحكومة على ابقائها احمد محمودي والتفاصيل اثارت قضية الغاء القاعدة الاستثمارية 51-49% الكثير من ردود الافعال لدى الاخصائيين والاعلاميين وها هو اليوم المسؤول الاول عن القطاع يؤكد استحالة الغائها في الوقت الحالي انا جامل قلت نحيه 52-49% قلت مدام الشي اللي جاء وصبح لهذا حتم علينا بهجينا بهذا القانون مدام هذه الأمور مزلت وقعها ما فيهش رجوع ما نرجعوش ما ترجعوش عليه ذلك علينا ان رجع قوانيننا تتلائم مع الأوضاع اللي رأنا فيها ومع اقتراب تجسيد الجزائر لشراكة مع الاتحاد الأوروبي في آفاق 2020 وجب الاستعداد الجيد ووضع قوانين تتكيف وهذه الوضعية ومنها القاعدة 49-51 من نحيش سيكونتين كاروتنف مجدوان بريباري لازم نقوي نفسي ولازم نحمي الاقتصاد التاعي بكل امكانية اللي متروح عليها بها نمشي ما نمشيش كما يقولوا عندنا دينو دي عريان نمشي بامكانياتي ونمشي بالقطاعات اللي رانينا اليوم اليوم احنا في الجزائر متركزوا عليها لراح نسرع في تطويرها لراح تسمحنا تكون عنا قوة وعنا ماشي قابل الشركاء الاجانب وخاصة الاتحاد الأوروبي الغاء هذه القاعدة من عدمه يبقى مرهونا بمدى استعداد الجزائر وامتلاكها قانون استثمار ملائم ومكيف مع الحالة الاقتصادية للبلاد عجب وزير الموارد المائية سيد حسين نسيف فيما يخص موقف وزارة الموارد المائية من استغلال الغاز الصخري وتأثيره على مياه الجوفية في اطار الزيارة التي قادته الى ويلة السطيف يوم امس وقال ان المشروع لا يزال حديثا نشأ وتجسيده على عرض الواقع يتطلب كفاءات ومهارات بشرية وكذا تقنيات لتحديد مصره التغطية لفرس شايب استغلال الغاز الصخري موش اليوم ما زال بعيد احنا راني نمهد اليوم راني نمهد ونحضر للمستقبل نحضر من حيث تعريف التخزين تدريب على التقنيات وتطويرها وكذلك كما تعلمون فيه مشروع انجاز مدرسة عليا اللي راح تكون الخبراء والمهندسين في هذا المجال لباش نحضروا المستقبل كما طمأن نسيب الكل بانترسانة القانونية الموجودة لحماية ومرافقة كل مشاريع الحفرة التي تكون بمحاذاة الجيوب المائية متوفرة فيه شروط بنود قانونية تجبر كل المؤسسات اللي تقوم بتحفر بير لما تمر على طبقة مائية انها تقوم باجراء خاص سيلا سيمونتاسيون وبعض الاحيان ديروا لدوب السيمونتاسيون اللي تكزيجي قانوني اللي تكزيجي وعن استغلال الغاز الصخري في الجزائر اكد المسؤول الاول عن قطاع الصناعة والمناجم بان استغلال هذا الغاز لن يتم قبل تحصيل التكنولوجيا في البلد التفاصيل مع محمد شوقي علاك زيارة لورون فابيوس وزير الخارجية الفرنسي اسالت الكثير من الحبر على صفحات الجرائد حيث راحت بعض الاقلام تتحدث عن اتفاق جزائر فرنسي لاستغلال الغاز الصخري الا ان وزير الصناعة عبد اسلام بوشوارب نفى ادراج هذا الملف ضمن اجندة الزيارة مدخلش في النقاشات نتاعنا ابدا عندنا في الميكانيك عندنا في السكتور دي بومب عندنا كين ثمانية مكانش الغاز الصخري سوا الغاز الصخري ملف ساخن اثار جدلا كبيرا وخلف ردود فعل الكثير من الخبراء وحتى تنظيمات من المجتمع المدني يعود اليوم ليطفو على السطح عبر تصريحات الوزير عبد اسلام بوشوارب الذي اكد بان استغلال هذا النوع من الغاز لن يتم قبل تحصيل التكنولوجيا تصريحات جاءت لتطيح بكل الانتقادات اللاذعة التي طالت دوافع وكيفية استغلال المحروقات غير التقليدية قررنا بها نروحولي منها على 15 سنة لازم بدأ ذرك نفكر فيه لازم بدأ نبدأ نكون الإطارات لازم بدأ نبدأ نخمم عمل وكيفاش ونكسب هالتكنولوجيا ونبعد ذرك نبقى سيد فيه قراري مشيت ولا لقيت فيها مصلاحة نمشي ونكون مأهل هالشي ولا كان قررت ما نمشي شبه ما نمشي الإمكانات المادية والبشرية لاستخراج الغاز الصخري غير متوفرة في الجزائر بحكم حدثة هذه التقنية ومدة البحث والاستكشاف التي تصل إلى 12 سنة فاستراد الوسائل والمعدات والعنصر البشري يبقى من أولويات الجزائر في المرحلة الراهنة تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للدرك الوطني لولاية البويرة من القبض على عصابة مختصة في الاعتداء على المسافرين عبر طريق السيار شرق غرب على محور الاختارية العجيبة باستعمال سيارة من نوع رونو مستار تم اقتناؤها عن طريق وكالة دعم تشغيل الشباب أفراد العصابة يقيمون عبر بلديات البويرة عمر محطة وجباحية تم إداء أربعة منهم الحبس الاحتياطي ووضع اثنين تحت رقابة قضائية بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة المصوفة وحمل السلاح المحضور وكذا حيازت المخدرات وضعت المصالح الاستشفائية معتمرا في السبعينيات من العمر تحت الحجر الصحي بمصلحة الأمراض المعدية لمستشفى بوضيا في ولاية غليزان جراء ظهور أعراض حاد عليه لأنفلونزا شبيهة بأعراض فيروس كورونا المؤدي للتهاب حاد في الجهاز التنفسي وارتفاع في درجة الحرارة وكذا اختناق في التنفس هذا وتم أخذ عينات من المعتمر الشيخ وإرسالها إلى مختبر باستير في اتدار نتائج التحليل التي من شأنها تأكيد إصابته بفيروس كورونا من عدمها الأخبار المونديال قاد نجمة طانجو ليونيل ميسي منتخبه الأرجنطيني للفوز أمام البوسنة بنتيجة هدفين لهدف واحد في مباراة احتضنها ملعب ماركانة الليلة الماضية وقبلها بساعة قاد كريم بنزيمة بدوره منتخب فرنسا إلى الفوز أمام الهندراس بنتيجة ترتهداف لصفر في رقاء عرف لأول مرة في تاريخ اللعبة تطبيق تقنيات تكنولوجية جديدة على خط المرمى لتحديد صحة هدف فرنسا الثاني فيما فازت سويسر أمام الإيكوادور في اللحظات الأخيرة بوقع هدفين لهدف واحد وعن مباريات اليوم الاثنين فتواجه ألمانيا البرتغال في مباراة نارية يحتضنها ملعب فونتينوفا ابتداء من الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر فيما تواجه إيران نيجيريا تدامن الساعة الثامنة مساء وتواجه غانا الولايات المتحدة الأمريكية على الساعة الحادي عشر ليلا وفي الوقت الذي يحبس فيها الملايين من الجزائرين أنفاسهم قبل موعد مقابلة بلجيكا هناك العديد من الأنصار في بلاد الصامبا من اختاروا السياحة في الشواطئ والتعارف مع أشخاص آخرين قبل المباراة التفاصيل معنا لمنقداش وصل عددهم إلى أكثر من ألفين مناصر وصلوا البرازيل واستغلوا أيامهم في إصال الليل بالنهار البعض منهم يقول بأنه جاء لمناصرة الخضر والباقي قدم إلى بلاد الصامبا للسياحة والتعارف والقاسم المشترك بينهم ألوان الفريق الأخضر والأبيض الكثير من المناصرين متفائل بفوز الخضر على الشياطين الحمر في موقعة يوم الثلاثاء وتأهلهم إلى الدورية الثانية وقد زادت تفاوز سحر البرازيل وشواطئها الجميلة فالبعض من المناصرين يرى في تنقله إلى البرازيل سفرية العمر بعض الشباب الذين تنقلوا إلى البرازيل استغلوا فرصة تواجدهم هناك لأخذ صور مع حسنوات البرازيل وإرسالها إلى اصدقائهم عبر التواصل الاجتماعي والبعض منهم راح يعلم البرازيليين هزيج الفريق الوطني وغنيه أما الباقي فاتخذوا من أيامهم فرصة لنيل قصد من الراحة بعد عناء السفر الطويل خاصة مع إشكالية الفارق الزمني ختم الموجز السلام عليكم